يعني الكابتن عموتة كان عنده ظروف يترك المنتخب الكل شاف انه بزبطش مدرب الكابتن عموتة التحول اللي يحول وكان وجوده مهم انه يترك حلوله مشاكله كاملة وقام زعلانين عليه في البداية والنتائج السلبية لدرجة انه ادخل سموه الأمير انه ادخل بحل موضوع عموتة لأول مرة ادخل بالفريق عشان حل موضوعه وظل موجود السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته اصدقائي العزاء مرحبا بكم من جديد على قناتكم وقناتنا انوار برو اخوان ديالي كما شفتوا معنا في الدخلة دي الفيديو الفيديو وصراحة قزوين ديال بالصح غادي نخليكم شاء الله تشوفوه وحكموه واعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات مما كراش كل واحد فيكم شاف الفيديو يبركنا لوحط لايك وبرتاج يولينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربة في جميع الحق العالم اصدقائي العزاء غادي نخليكم شاء الله تشوفوه وموعبونا في النهاية ديالو كيف ديالو هارلك حق منتخب السعودي يعني خالد منتخب الاردني لعبه واقعية منتخب الاردني هذا الفريق يعني احضر على رتم واحد والهجمات المرتدة المتعود علي الفريق الاردني يعتمد على المساحات والليوم شفناه معطي المبارات حقها ويعني كل كرة طويلة وكل ما صارت فيه مساحات كرة هجمة خطرة على المتخب السعودي وخالد منتخب السعودي يعطيك مؤشر خطرة صراحة الكرة السعودية فريق يطلع من الدور 16 مكيكاس آسيا وفريق يطلع الآن ترتيبه الثاني من فترة طويلة ما شفناه سعودية مركز الثاني في التصفيات دائما تعودنا المتخب السعودي هو المترأس المجموعة فمؤشر خطرة على الكرة السعودية حدنا نتعقيب خالد ايش الاسباب يعني شاركوني ممكننا كلامي على المنتخب انا بابد الرحمن أريد أنتو كوكم الحالين أريد بس على الأقل في هاللحظة هذه أريد أن أسمع إجابة شافية ايش اللي جالس يحصل في المنتخب السعودي عندي الكوالاتي عندي العيبة لكن ما عندي منتج لانه اهتمامك في الدورة على الحساب المنتخب بسطرتك خالد من مشكلة المنتخب السعودي فعدم وجود هداف من كاس العالم خالد لا يوجد مهاجم صريح الفريق يستحوذ الفريق يخلق فرص الفريق يوصل ولكن المشكلة في عدم استثمار هذه الفرص اليوم كم فرصة ضاعت في الشيطة الأول حتى في المبارات الماضية في كاساسيا المنتخب السعودي يفتقد لاعب الهداف اللاعب اللي يترجم الفرص هذه اللاعب اللي يسجل لا يوجد هداف ومن أهم من الأسباب عدد المحترفين معظم الأندية ونقول كل الأندية في الدورة السعودي لو تروح للمهاجم مهاجم محترف الآن نتكلم عن فرص البريكان موجود في فترة حالية في فترة من الفترات كان صالح الشهري ونرى اللاعب اللي ينزل اليوم الفريد أعتقد فأعتقد لا يوجد هداف ينقص المنتخب السعودي الطريقة والسلوب حقه 8-20 3-5-2 لها تأثير عبد الرحمن هو الشغل صايرة حق المنتخب السعودي دائما نتغنب بالمنتخب السعودي لعب كاس العالم لعب تصفيات لعب مباريات كبيرة فكر متى آخر مرة المنتخب السعودي خذ بطولة على الإمكانيات اللي عندهم الاحتراف اللي عندهم متى آخر واحد مرة بمحمد من المدة من المدة طويلة المنتخب السعودي ما خذ بطولة تقريبا أكثر من 15 سنة منتخب السعودي ما ياخذ بطولة احنا دائما نقول منتخب السعودي منتخب السعودي منتخب السعودي عندهم اللاعبين عندهم لعبين هيا الفوز يهيب فوز فوز عن نفسي كدوري من أفضل دوريات على مستوى العالم أقعد كمشاهد أتمتع كمشاهد لي كدوري أما كلاعبين اللي قاعد تشوفهم حرام هذا يصبح في المنتخب السعودي أسمع والحلول والحلول الصراحة مع مانشيني الحلول سالم الدوسري ويقول عند الحل مع المنتخب السعودي مانشيني كأنه يحارب سالم الدوسري كأنه قاعد يلعب بمركز غير مركزة ويتبدل في بعض أغلب المباريات ومو باللي حاربة احنا قاعد نتكلم عن سالم الدوسري ممكن محمد ذكر أسلوب اللعب هو طريقة اللعب اللي تجبر حتى مانشيني لعب سالم الدوسري احنا عارفين سالم اللي يلعب على الجناح ويدخل على العمط يكون أخطر حتى غريب البديل ما يلعب في هالمركز هو انه يقير واحد فيهم الاثنين ما متعودين عليهم مع النصر أول هلال يلعبون هال حتى عطني من فريق السعودي أو منتخب السعودي أو في الدوري الحين يلعب في هالطريقة ما في اليوم كلهم متعودين نفس ما ذكر بعبد الرحمن أنتفق معه اليوم في الأربعة اثنين ثلاثة واحد هي أفضل طريقة للمنتخب السعودي لأنه عندها طراف عندها حتى في حالة دخول لجنح على الداخل عندها الأظهرة من هني سعود عبد الحميد أو حتى هني ناصر الدوسري يقدرون يهاجمون بشكل كبير ولكن انت اليوم بهالطريقة حتى من ناحية دفاعية مفروض يكون فريق وكتكلمنا في شوطة الأول بيكون منظم شكل كبير في الثلاثة أن نتأمن دفاعك ليس مؤمن وفي الحالة الهجومية الفريق يلعب ويوصل ولكن في اليوم كان حصل دفاع منه زادت المشكلة في عدم استقراره على تشكيل في كل مباراة تغيير أربعة لعبين وهذه على فكرة تأثر يعني حتى عشان تنسجم على الطريقة يجب أن تستقر على التشكيل صح فهو يعمل تغيير دائما فهذه مثلة نوع من المشكلة للمنتخب السعودي نحن اليوم ما نحن ضد ما يشيني نحن اليوم نقول عندنا منتخب وعندنا حلب ويجب أن تتعامل مع واقع أنا عندي كوالاتي وعندي أمكانيات عندي الكم وعندي الكيف فأنا أتعامل مو أنا أملي عليه لا بس أبو عبد الرحمن كان قبل بس الحين ما عنده أركم لأنه عطني كم لعب سعودي يلعب أساسي الحين في المنتخب في أنديتهم موجودين لا بس مو بذلك تتكلم عن المكانيات الكواليتي أنا أتكلم عن المرحلة الحالية عندنا لاعبين موجودين في المنتخب الآن ما يلعبون أبدا في الأندية وهل ما نتكلم وهم موجودين في الأندية إذن أنا عندي كنسبة وتناسب لاعبين يلعبون في الأندية هم أفضل ممكن يعطونك وأنا أقدر أعدد لك حتى بالأسماء لكننا لا ندخل في خصوصياته هذه خصوصياته لكننا نتكلم عن أمر عام المنتخب السعودي واللعب السعودي عنده قدرة على أن يتعامل بأربعة، ثنين، ثلاثة، واحد بحكم أنه استقاها من خلال عمل ولعبه في الأندية فبالتالي ممكن يعطيك أفضل فهل اليوم المهم أن ينجح منشيني أول منتخب السعودي لا المهم أن ينجح المنتخب السعودي ونحن جايبين منشيني عشان هذا الأمر حكوا الشباب هنا حكوا عن موضوع المنتخب السعودي بنزول مستوى أنا أبدأ أقول لك معطيات المنتخب الأردني اللي خلته يرتفع المستوى يوصل لمرحلة هاي اللي هو وصلها بالحال استقرار فني استقرار بالتشكيلة لاتفاع مستوى الدوري الأردني دخول قطب ثالث اللي هو بطل الدوري السنة الحسين إربت لأول مرة بيكون بطل الدوري بالأردن نادي الحسين إربت دخول قطب ثالث صار عندك فيصل وحدات حسين إربت بنافسه على الدوري بالإضافة إلى نادي الرمثة فصار الدوري قوي شغلة الثانية خيارة اللاعبين بالأول كان المنتخب الأردني يختاروا اللاعبين أي لاعب محترف بالخارج كان يستدعو منتخب في الوقت الحالي لا أنه محترفين بدون بدول بره وليس غاعدين بستدعوهم وعدد كبير وليس غاعدين بستدعوهم على المنتخب أخذوا من الدوري الأردني هذا الدليل دوري قوي قاعد بيختاروا الأول يعني الكواليتي اللي بزبط للمنتخب استقرار يعني الكابتن عموتة كان عنده ظروف يترك المنتخب. الكل شاف أنه بزبطش مدرب الكابتن عموتة التحول اللي حول وكان وجوده مهم أنه يترك. حلو له مشاكله كاملة. وقام زعلانين عليه في البداية والنتائج السلبية. لدرجة أنه دخل سمو الأمير أنه يدخل بحل موضوع عموتة. لأول مرة يدخل بالفريق. عشان حل موضوعه ويظل موجود. هذا الدليل أنه منظومة كاملة بتشتغل للنجاح. ومش من يوم وليلة. هذا الشغل من ثلاث سنين. اشتغلوه حتى وصلوا للمرحلة هاي. شايف الاستقرار من قبل البطولة نفس الأسماء بطولة آسيا. بطولة آسيا اشتغلوها بنفس الأسماء. وصل لنهائي. بعد البطولة كمل. قاعد يفوز. فاز المباريات. آخر ثلاث مباريات. مسجل ثلاث عقون. ما كان يقول. اليوم فاز على منتخب السعودي. متمرس بالتصفيات. بالسعودية داخل سعودية. متمرس بالتصفيات كأس العالم من أكثر الفرق العربية والآسياوية لتوصل لكأس العالم. تفوز عليه بالبطولة هاي داخل أرضه. وبالطريقة اللي فاز فيها المنتخب أقل الخسائر. أقل المجهود. خلص المباراة. وطلع بطل مجموعة. استهلون. شكرا. نبيل كان يتكلم أن السعودية لا يوجد هدفين. الشيء لا يوجد هدفين. فراس البريكان وسالم الدوسري. واحد منهم الخامس على مستوى الدوري. مسجل 17 قول. وسالم جايب 14 قول. راس حربة صريحة. خلد أنا أتكلم عن المهاجم. المهاجم الصريحة. فراس حربة صريحة. هو لاعب مش هدف أو اللاعب اللي أنت تقدر تعتمد عليه. ما احترام الفراس. كابتن دوري روشن. في ظل اللعيب والنجوم الكبار اللي جايبينهم في السعودية. وجيك فراس البريكان يأخذ الخامس على الهدفين. و 17 قول. ما يعتبر هدف. خلد من القيمة. سالم الدوسري يايب 14 قول. من ضمن هذا وكلمة في المركز العاصر. مش بالقيمة اللي نتكلم عنها المهاجمين المتخب السعودي. نتكلم عن أيام ماجد. نتكلم عن أيام سامين. نتكلم عن أيام المهلل. نتكلم عن أيام ياسر القحطاني. نتكلم. خالد المنتخب السعودي من أفضل المنتخبات اللي كانت تنتج لاعب راس حربة. لان خالد في آخر أربع خمس سنوات ما في مهاجم صريح. فراس البريكان في مبارات كثيرة. ما يلعب. ما يشارك. وعلى فكرة ترى على فكرة مع أنه فراس البريكان أيضا كان هداف. ما نشيني ما يختاره ولا يلعب. ما يشارك. ما يلعبه. حتى ما يشيني ما يلعبه. وهو هداف. ما يشارك. هذا شيء لثقة اللاعب منه. يعني أنا أنا كلاعب كراس حربة. أسجل مثل ما قد خالت 17 هدف. نعم. وكل مباراة أسجل أو مباراة أسجل. بثبت وجود الكلام. بثبت حساسي أن أروح منتخب. ما يستدعيني مباراة المدرب. وحتى إذا أستدعاني أكون مرتبك داخل الملعب. أنه يدور علي أي غلطة. خلاص. تريد أن تكون شيئا أقول. أنا بخصوص ابتخاب السعودي. إحنا لن نروح بعيد عن الماضي أو الماضي الجميل أو اللاعبين السابغين. هاي طبعا حقبة وانتهت أو إنجازات تخاب السعودي. نعم. نروح للاعبين الحاليين. اللاعبين الحاليين لعبين جيدين. طبعا أكثر نقول أكثر مهارة أو أكثر كواليتي أو أكثر عدد الآن في الخليج هو المتخب السعودي. في وفرة. لكن كنوعية لاعبين. لاعبين جيدين. نقول سوبر. تحصل ممكن لعب لاعبين ثلاثة. لكن طريقة اللعب. مثلا دي حالي نقول أبي هدى في المتخب السعودي. لاعب داخل بوكس غير موجود. وممكن خارجة بوكس موجودين. لازم توجد الحلول أو طريقة اللعب اللي يلعبون على الحلول اللي تفوزك. مش اللي تستحود وكرة سريعة وتحولات سريعة ولعب جميل. الآن كرة الغدم قوة تكتيك فكر. وشلون الحلول اللي عندنا الهدفين مثل سالم والأبريكان اللي يلعبون خارج البوكس ويدخلون الداخل. شلون يفوزوني. مش شلون أستمتع فيهم في سرعات واستحوات ثلاثة سبعين اليوم. ولما يهجم الفريق ويطلع بشكل حلو. وارتداد ينغلب من فريق. أسلوبه يناسب طريقة اللعبة السعودي بطريقة استحواذها وهدارها للفرص. فالآن لازم نكونوا واقعيين. لدينا لعبة جيدين. لدينا إمكانية لعبة جيدة في الخليج. يعتبرون رغم واحد. في دوري رغم واحد. لكن لا يعطينا نتائج. لا يعطينا نتائج. لأننا لازم نوصل. لا نغارن. نذهب إلى المتخب السعودي بواقعية أكثر. تشكيل ثابت. يعني لازم يعطينا ثمان لاعبين. يلعبون ببطلات ثلاث بطلات. خمس بطلات ثابتين. واضحين للجمهور. مع تغييرات. مع إحلال. مع تدوير. لكن هوية ثابتة. من مدرب إلى مدرب. من 2016. لحد الآن. باش توصلوا دائما دائما. بجددنا. يفرسكم بزاف موعدنا في فيديو قادم. كيف العادة كان معاكم. أخوكم أنوار من قناتكم وقناتنا. أنوار برو. يفرسكم. السلام عليكم.